السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من سلسلة كلمات من كلمة واحدة ويعني اليوم كلمة all all يعني الكل او جميع انا نلاحظ انه ال a مع حرف l دائما تسوينا صوت ال o اذا خلنا حرف f في بداية هذه الكلمة راح نحصل على fall fall اللي هو فصل الخريف اذا جاء اسم طبعا هاي بالامريكان يعني باللغة الامريكية تمام ويجي كفعل بمعنى سقط اوكي او يسقط واذا خلينا حرف بالبداية راح تكون اللي هو الكرة مثلا ويضر عندنا اللعو اللعو اللي هو يسمح او السماح او السماح وعدنا tall tall اللي هو صفة بمعنى طويل وعدنا call call ممكن تجي كيسم بمعنى مكالمة او كفعل بمعنى يتصل وعدنا mall 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 اللي هو السوبر ماركت او محل التسوق اللي يكون عادة يعني تشبير بالحجم وعدنا كلمة wallet 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 اللي هو محفظة النقود الخاصة بالرجال اوكي و جملة الكلامة الاخيرة اللي هو wall 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 اللي هو الحاط او الجدار هسعدنا مجموعة من الجمل لحاول انه نستخدم هذه الكلمات بهذا الجمل الدرجة او اللي موجودة عدنا بالواقع اول جملة i just got a call from my friend i just got a call from my friend انه انا اتلقيت مكالمة قبل شوية او قبل قليل ما صديقي احنا ال just يعني جاءت بمعنى للتو او قبل قليل i just got got له بالماضي a call from my friend اجمنا الى بعتها fall is one of the seasons of the year fall is the one of the seasons of the year انه الخليف هو احد فصول السنة جملة اللي بعتها be a friend of all be a friend of all كن صديقا للجميع او للكل but don't trust everyone but don't trust everyone بس لا تثق بكل شخص جملة اللي بعتها there are drawings on the wall there are drawings on the wall هناك رسومات على الحاط جملة الاخيرة i put a wall a week ago i put a wall a week ago انه انا اشتريت الport هنا هو التصريف صغير التصريف الماضي من الفعل pi يشتري فاي put يعني انا اشتريت a wall اللي هو محفظة نقود a week ago الاسبوع الفات او قبل الاسبوع لو كنت محفظة نقود